أولا شكرا جزيلا على إعطاء هذه الفرصة للمشاركة في قمة المعرفة والتي الحقيقة تعتبر من أهم المؤتمرات التي تجمع العلماء والباحثين وصناع القرار من مختلف دول العالم وأيضا مما يلفت الانتباه هو وجود هيئة الأمم المتحدة في هذا المؤتمر الكبير والذي نعلق عليه أمال كبيرة جدا في تجسير الفجوة ما بين المجتمعات العربية وبين الدول المتقدمة ولقد شكل طبعا هذا المؤتمر على مدار السنوات الماضية قفزات كبيرة جدا في ربط العلماء والباحثين والمتخصصين وأيضا الشركات والمؤسسات وجهود الدول المختلفة في مجال المعرفة ومجال التقنية والعلوم المتنوعة طبعا لاحظنا اليوم ما شاء الله التنوع في المتحدثين سواء من ناحية الجنسيات سواء من الخلفيات المعرفية سواء من التجارب الميدانية كل هذا هو عملية إثراء كبيرة جدا ويؤسس لنقل المعرفة من مراكز صناعة المعرفة إلى المراكز الأخرى التي تحتاج إلى الاستفادة من أحدث التطورات في المجالات التقنية وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفة في الصناعات وفي التقنية وفي العلوم وفي المعرفة وفي علوم المستقبل ترجمة نانسي قنقر